الموضوع جيب معنى متكامل الوقف القبيح هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبينما بعدها ركز ركز هلأ بدي اسألكم ها هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبينما بعدها تعلق لفظي ومعنوي لحد هلأ بيشبه مين بيشبه الحسن والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو خاطئا هنيك والوقف عليها يعطي معنى تاما لا يتعمد الوقف عليها هداك شو يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده الحسن يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده أما القبيح لا يتعمد لاحظ ما مقول لا يوقف عليه في فرق بالكلام انتبهوا كل كلمة إلى معنى ما عم نقول لا يوقف عليه عم نقول ايه لا يتعمد الوقف عليه فإن وقف عليه مضطرا شو بيعمل أعاد أعاد يرجع لورا حتى يربط الكلام نحو الحمد لله رب لو واحد قال الحمد لله رب هذا معنى شو ناقص قلنا معنى ناقصا أو خاطئا ها هذا ناقص شو بيعمل بيرجع بيقول الحمد لله رب العالمي إن الله لا يغفر يا لطيف هذا معنى ايش لمناقص خاطئ الله بيغفر ولا ما بيغفر بيغفر جل جلاله ها الله يغفر لنا جميعا إن شاء الله فهذا معنى خاطئ شو بيعمل بيرجع إن الله لا يغفر ولا يفعلها متعمدا أبدا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة هذا معنى شو ها خاطئ مناقص خاطئ كيف لا تقربوا الصلاة نص القرآن أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة نا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله ها معنى سيدنا يوسف شو أعمل فهذا لا يتعمد فإن وقف مضطران شو بيعمل أعلم طب هنا كيف عم بيقرأ معي أخ من ثلاثين سنة بجدة محافظ هو أم طبعا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحديث لا حول ولا قوت قلت له حدث أكبر ولا أصغر فالواحد شو لازم يعمل يعني ينتبه قد يفسد المعنى بدون ما يشعر أخ تاني عم يقرأ عليه كمان من شيء ثلاثين أو أكتر عن سيدنا موسى عليه السلام وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةِ قلت له ما وجد أبوه كمان هي فعلا كلامه صحيح وجد عليه أمتان يوقف عليها إيش أمة بس باعتبار سيدنا موسى كان صغير وأمه ضيعته وكذا وأصبح فؤاد أمي موسى فكأنه ضيعها بصر وجدها بمديان يعني إذن هذه الأشياء ننتبه إليها يا أخواني ومع ذلك الله يتوب علينا ويغفر لنا كلتنا بشر لعله أحدنا شي مرة يوقف على كلمة من هالنوع ما هو متعمدها فشو بيعمل ويبدأ قبله كما قال إمامنا الجزري ويبدأ قبله إذن بارك الله فيكم نستذكر ما تكلمنا عنه من قواعد وأرجو أن نتفاعل قليلا الوقف من حيث هو وقف كم نوع ثلاثة اختياري اضطراري اختباري ما معنى اختياري يقف القارئ باختياري الثاني اضطراري وقف القارئ مضطران ليش مضطران نسي بده يسعل بده يعطس إلى آخره بده رد على الجوال اختباري أن يقول له أستاذه أو أخوه كيف نقف على كذا لو اضطررت كيف تقف على كذا نأتي إلى الاختياري الاختياري كم نوع جائز وغير جائز الجائز كم نوع ثلاثة ثلاثة تام وكاف وحسن غير الجائز كم نوع نوع واحد وهو القبيح قلنا بالنسبة للأول اللي هو التام هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبينما بعدها تعلق لا لفظي ولا معنوي على فكرة أواخر كل سورة وقف تام صح أو لا لأنه ما في سورة في القرآن يعني ما في قصة في القرآن تأتي بإنك والله التكملة في سورة كذا يتبع في سورة كذا ما في مثل ما انتهت السورة انتهى كل شيء إذن آخر كل سورة وقف تام الوقف الكافي قلنا هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبينما بعدها تعلق معنوي لا لفظي تمام نهاية قصة وبداية أو فعلا ضمن القصة نفسه انتهى مقطع وبدأ مقطع انتبهنا طيب الوقف الحسان هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبينما بعدها تعلق لفظي ومعنوي إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما يعني مبتدأ خبر فعل فاعل معنى كامل تبهنا كيف يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون رأس آية يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون رأس آية وجبنا أمثلة طيب الوقف القبيح هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبينما بعدها تعلق لفظي ومعنوي والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو خاطئا لا يتعمد الوقف عليه فإن وقف عليه مضطرا أعاد وجبنا أمثلة تمام هذا اللي تكلمنا عنه الآن قاعدتان في الوقف الوقف على رؤوس الآي سنة مطلقا انتبهنا لأن رؤوس الآي ما عرفت إلا بوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه تمام فتعرف الرؤوس الآي بوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقول قائل طيب فويل للمصلين رأس آية من قل له إيه شو الإشكاء يقول يعني سيدنا نبي قال فويل للمصلين لكن ما بتقطع عندها في فرق بين الوقف وبين القطع الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة أما القطع هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية الإعراض عن القراءة انتبهنا؟ إذا إمام بده يركع إذا عم يقرأ بمجلس أو بمحفل بده إيه؟ يقطع التلاوة خلاص يعني بده ينهي التلاوة انتبهنا؟ فهذا إيش لا تقطع يعني ما بصير واحد إمام يقول فويل للمصلين الله أكبر لكن ما بصير هذا القطع لي ما بجوز لكن لو قال فويل للمصلين ثم بدأ وقف وبدأ الذين هم عن صلاتهم سهم ما في إيش كان انتبهنا كيف؟ وعلى فكرة يعني هذا الوقف فيه نوع من التشويق في شيء في البلاغة إخواني اسمه التشويق انتبهنا؟ وهو أن يأتي المتكلم بكلام يشد انتباه السامع الإسلام جاء بالتوحيد فجأة سيدنا النبي يقول إن لله أهلين من الناس يهي 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 شو أهلين من الناس؟ وسكت فهو شو قصده؟ أيوة فقالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته بمعنى إيه؟ جلساء الحق يوم القيامة جل جلاله فهذا نوع من إيه؟ والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن وبيسكن ها؟ شو القصد منه؟ تباهنا كيف؟ القارعة قارعة؟ إيه شو؟ تلاقي الواحد بالتفت ما القارعة؟ بدل ما يجي تفسير للقارعة وإذا به يأتي إيه؟ استفسار للتهويل فيصير إيه؟ مشدودا أكثر وأكثر ثم وما أدراك ما القارعة؟ تهويل بعد تهويل فشو صار المتلقي؟ في قمة بس بده يعرف شو هي يوم يكون إلى آخره فبيجي بقى التفسير تباهنا كيف؟ فهنا أيضا القرآن كله أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة فجأة أقول فويل للمصلين يا لطيف شو فويل للمصلين؟ فبيصير الواحد شو؟ مئة الذين هما كذا كذا تباهنا؟ ففيه إسلوب إيه؟ تشويقي نعم أنا أقول هذا الكلام لإني سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز الوقف عليه طبعا سبحان الله بعض الناس بيتكلموا من عندي أنفسهم ليس في القرآن وقف واجب أو حرام شرعا الواجب الشرعي كما نعلم إخواني وكلكم أستاذتنا يعني أنتم ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والحرام الشرعي ما يثاب على فعل أما يعاقب على فعله ويثاب على تركه فليس في القرآن كلمة يجب الوقف عليها وجوبا شرعيا بمعنى يأسم لو ترك هذا الوقف قال الجزري وليس في القرآن من وقف يجب يعني وجوب شرعي ولا حرام غير ما له سبب الجزري قال غير ما له سبب شو يعني مثل ما قلنا هنا إلا ما أفسد المعنى شيء يفسد المعنى ما بصير الإنسان يعني يتعمد الوقف عليه انتبهنا عليه مثلا هل أغلبنا في الصلاة يقرأ خواتيم البقرة ليس كذلك أغلبنا يفعل هذا فما بصير ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ما بصير لأنه شو صار المعنى لكن فرد واحد وانقطع نفسه يا أخي يعني لا حوله ولا قوة أغلب شو بيعمل بيرجع كما حملته على لكن ما يتعمدها وإذا كان هو خبير بأماكن الوقف عليه أن يتحرز يعني أن ينتبه أن لا يقف عليها وليقول كما يا أخي ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما كما حملته على إلى آخره إلا ما أفسد المعنى تنبيهات الله يسعدكم هاي التنبيهات انتبهولا تقريبا هي نصف علم الوقف الأبتداء هالتنبيهات هاي تقريبا لا يوقف على الفعل دون فاعله لا يوقف على الفعل دون فاعله جاء فعل وما جاء الفاعل ما بصير يوقف الإنسان ولا على الفاعل دون مفعوله جاء فعل وفاعل وله مفعول ما بصير يوقف قبل ما يجي المفعول طبعا لما منقول ما بصير يوقف يعني متعمدا أو مختارا ولا على حرف الجر دون مجروره نرجع منقول حرا مختارا ضاخ نفسه ما في مشكلة ولا على المضاف دون المضاف إليه ولا على المبتدأ دون خبره ولا على الموصوف دون صفته ولا على المعطوف عليه دون العطف إخواني طالما عم نحكي على العطف العطف عطفان ركز معي شوي العطف عطفان عطف مفردات وعطف جمال المقصود هون ولا على المعطوف عليه دون المعطوف عطف المفردات انتبهنا يعني مثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات وإلى آخرين كل ما تعب على كلمة بيوقف شو بيعمل لأنه هذا عطف ايه مفردات إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله إنك لرسول والله طب هاي واوات شايف كل جملة أولها وا لكن هذا عطف ايش عطف جمال لنا أن نقف ولا ما لنا لنا أن نقف تمام؟ نعم ولا على صاحب الحال دون الحال ولا على العدد دون المعدود تمامنا كيف؟ نرجع منقول حرا مختارا ولا على المؤكدي دون التوكيد